السلام عليكم ازايكو اخباركو ايه اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال جايبالكو فيديو مميز جدا كتلة من النشاط والحماس هتشوفوها معانا للسيدة بتاعت النهاردة بمنتهى البساطة وكمان الديكورات البسيطة لشبه بيوتنا كلنا واظن طبعا انتو كلكم بتتفقوا على الجزئية ان الست من دول خصوصا يعني اللي بترتب وتنظم بيتها لازم ان تكون شبهنا ما يكونش معاها امكانيات عالية او واو قوي تهوسنا وكمان ما نقدرش نوفرها ونعملها مع نفسنا فعشان كده حبيت بقى كده ان فيديو النهاردة يكون بسيط وكمان فيه كل التفاصيل اللي انتو بتدوروا عليها سبق تنظيم البيت كمان افكار حلوة شوية روتينات مشجعة ومحفزة جدا هتعجبك ان شاء الله عشان كده تعالوا نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة عن النبي ولايقاتكم بالحلوة واشتراكاتكم معايا كده او نشوف طبعا يعني ازاي بتبدأ تنظم كل الضرف المبخ من فوق ومن تحت وبتشقل بالمبخ زي ما انت شايفة اكيد طبعا كلنا بيجعين الوقت اللي بتعملي كده بالفعل عندك في المبخ بتحاولي تشيلي كل حاجة موجودة في الضرف من فوق ومن تحت وتنظفي وتمسحي ولو في بقعة زيت هنا ولا هنا ولا بقعة كمان او بواية اكل ممكن تكون واقعة من معظم الاكياس بتاعت الخزين عندك او حشرات كمان ممكن للأسف تكون موجودة لو انت سايبها دورة في المبخ لفترة طويلة من غير تنظيف فعشان كده هي قررت تنظف معانا تنظيفة عميقة حتى الادوات الكعربائية بتاعتها او الضرفة الخاصة بيها قررت تجيبها وتمسحها وتعقمها زي ما انت شايفها فوط فيها شوية مية بخل باي طبع مسحوق موجودة عندك وتبدي تلمعي كل الادوات الكعربائية بتاعتك وفي ظل ده كله ما بتنساش نفسها ابدا من اي حاجة حلوة ونرجع كمان دلوقتي ليه هنا قررت طبعا يعني تعمل زي ما بيقولوا كده دورة للقطن بتاعها قررت شير كل حاجة في المخدات وتبدأ كمان كده تشمس القطن بتاعها وطبعا هنا يعني بدأت تطلع مكة الخياطة بتاعتها وتقفل كويس جدا على المخدات مجرد كده مشمست القطن وخليته يتهوى وتحيس ساعتها ان المخدات دي بالفعل كده انتعشت ورجعت زي الاول ويمكن احسن كمان تفاصيل النظافة والنظام والترتيب دي في حد ذاتها بتغير نفسية كل واحدة فينا وصدقيني مجرد ما بنشوف السائلات الشطرة اللي زي دي بتشجعنا وبتحمسنا وبتنشطنا اكتر وطبعا كل حاجة معاها بتبدأها بالالف للياء زي ما انت شايفة بمجموعة كمان من منظمات البسيطة اللي بتبهرنا بيها كالعادة يعني بتقولك شوية الملابس اللي ممكن يكونوا موجودين عندك في الادراج بالشكل ده معظمهم طبعا للأسف ما بتعرفيش شو في الحاجات اللي تحت ولو جيت تجيب قطعة من تحت للأسف يعني الدلاب كله عندك بيتبهدل جدا فنيجي نبص هنا كمان على تنظيم الدلاب بتاعك من جوة ومن برة ازاي الشكل بتاعك بيكون منظم لأقصر درجات عشان تقدري تبهري كمان ضيوفك بالنتيجة اللي انت عايزاها كل حاجة زي ما بتكون منظمة معاكي بتكون كمان فقبها صورها بنفس النتيجة والأسلوب اللي انت شايفها دا كل حاجة بيكون شكلها منظم أو منصق أكتر طبعا بتوفر عليكي وقت وجهد كبير جدا من حيث بقى التنظيم والترتيب وازاي كمان توصي للنتيجة اللي انت عايزاها في أسرع وقت شكل البيت وهو حقوليكي كمان مريح جدا للنفسية وطبعا خطوة السجاد دي شفنا ستات كتيرة جدا بتعملها الفترة اللي فاتت وقد ايه كمان بيوصلوا معانا للنتيجة كويسة بتقولك ممكن تغطي السجاد زي ما انت شايفها بأي ورق كده من السلوتات بموجودة عندك في البيت عشان تضمني يعني ان ما فيش أي حركة ممكن تأثر على الجرسيب اللي موجودة في السجاد شايفين بقى السلوتات دي بتفكر حتى في أوسط الأمور اللي موجودة ببخها البسيط ومنزلها البسيط وكل حاجة عندها اظن زي ما قلت لكم يعني اشبه بنظام حياتنا على الرغم طبعا من بعض المسافات بيننا وبين أي دولة تانية لكن صدقوني في معظم العادات والتقاليد بتكون مشتركة بيننا واكيد كمان كل دولة من دي او كل بلد تانية لها عادات وثقافات ممكن تكون مختلفة عننا بس بتكون في تفاصيل بسيطة لكن ده ما يمنعش ان الحياة واحدة وامور كمان نظام البيوت بتمشي بنفس الطريقة والأسلوب خصوصا طبعا في بلادنا العربية او يعني كمان البلاد المجاورة لنا مفيش فرق بيننا وبينهم ابدا نفس الطريقة نفس الحياة بالضبط نفس الحياة البسيطة اللي احنا عايشينها ويمكن كمان بنشوف معاهم تفاصيل كلها بهجة وسعادة الدراف المنبخ زي ما خلصناها من فوق دخلنا كمان على الجزء ده من تحت وتبدي طبعا تنظمي الأدراك بتاعتك بالحاجات اللي انت بتستخدميها بصورة يومية بعدي طبعا عن الكركبة والفوضى والحاجات اللي ممكن ما يكونش ليها لازمة عندك في المنبخ وأظن كمان بيجي عليك وقت كل دراف المنبخ من جوة متشقل بحالها زي ما شفنا لكن طبعا الست الشطرة من دول هي اللي بتحاول تنظم كل حاجة أول بأول لا فيه فوضى ولا كركبة وكمان بعيدي عن أي حاجة ممكن أكيد تسبب لك طاقة سلبية لكن بقى النظام والترتيب ده هيغير مودك جدا وهيحاسسك سعادها كده بالرضى والسعادة اللي يمكن كلنا أكيد بندور عليه حتى وإحنا بنبص معاه على شكل بيتها النظيف كل ده بيشجعك أن انت تقومي وتخلصي كل حاجة وراكي انسي بقى طبعا بقى الفوضى والكركبة حاولي دايما تتخلصي من أي حاجة ممكن تكون مصدر للطاقة السلبية عندك في البيت ومعظمنا عندنا كمية كده حاجات في البيت ملهاش لازم أبدا بقى ربا أنه ممكن يجي لنا اليوم اللي هنستخدمها فيها لكن صدقيني اليوم ده مستحيل ييجي دايما بتسيب حاجات تراكم عندك أكتر وأكتر والنتيجة قد إيه بتكون سلبية ومش مريحة أبدا وكمان في نفس الوقت كل دي مصدر يعني زي ما بيقولوا بالفعل الحشرات والطاقة السلبية عندك في البيت لكن مجرد ما بتتخلصي من كل ده بترجع نفسياتك مرتاحة بتحيسي ساعتها طبعا بالأمان وبالتفاقل أكتر والصراحة كمان مع كل درج أو درفة هي بتفتحهم معينة عشان تبدأ تنظف وتنظم وكمان تستخدم كده المعطرات والمنظفات بتاعتها اللي يعني بتعكم بيها الأدراج وبتبهرنا طبعا بمجموعة المنظمات اللي ممكن حتى لو كانت بسيطة وسعرها بسيط لكن شكل الدرج في النهاية بيفرق جدا شوية التنظمات اللي قامت بيهم زي ما بتغير الشكل الجمالي زي كمان ما بتحافظ على المنتجات اللي موجودة عندها في البيت اللي فترة أطوات ومش هننسى أبدا بقى تنظيم التلاجة معاها بكل الدرف الخاصة بيها وكمان شوية المنظمات اللي جايباهم وأظن دلوقتي ستات الشطرة هي اللي بقى بتحاول دايما توفر المنظمات اللي بالشكل ده زي طبعا ما بتحافظ معاكي على نظافة الخضار والفاكة بتوعك لفترة أطول كمان في نفس الوقت بتخلي شكل تلاجتك أروأ وأجمل بكتير مجرد ما بتفتحيها بتمقي شايفة طبعا المنتجات اللي هتعيش معاكي الفترة أطول إيه المنتجات الأرابة تفسد وساعتها بتخرجيها من التلاجة فشوية النظافة دي يعني بتعقم لك الدنيا وبتخلي الدنيا أروأ وأجمل بكتير انسى طبعا الفوضى والكركبة والزبالة اللي ممكن تكون موجودة عندك في البيت اتخلاصي دايما من كل حاجة ممكن تعملك توتر أو تعب للأعصاب وحاولي دايما تشوفي كل المنتجات البسيطة والسريعة والعملية اللي كمان بتنجز معاكي في يومك وأظن كمان مجرد بس ما بتفرزي اللحوم الأسماك الخضار الفكهة وبتيجي تطبخي أي حاجة بتطلعي طبعا الطبق بتاعك أو العلبة اللي انت كنت مفرزة فيها فأسرع وقت من غير طبعا بقى ما تحس ان انت محتاجة مجهود ممكن تقوم بيا عشان تطبخي من الألف للياء لكن شوية الحاجات أو التفاصيل دي بتساهل عليكي وقت وجهد كبير جدا نشوف دلوقتي مع بعض روتين سريع وازاي كمان كده بتزحى من النوم عندها كمية تفاقل شوية تدخل على البلكونة تشوف الملابس اللي موجودة عندها على المنشر وتبدأ كمان في حاملة نظافة من الألف للياء حتى كمان دلوقتي النباتات أو الزرع اللي موجودة عندها في البلكونة قررت تمسكه وتخسله وممكن كمان تشيل أي أجزاء في النبات دي يعني خلاص ممكن تكون فسدت أو ماتت فتبدأ كمان تتخلص من كل ده وتنظف وتحقم البلكونة بتاعتها كويس جدا وزي ما احنا عارفين بلكونة حلوة زي دي يعني قاعدة حلوة ممكن تاكلي تشربي تستمتع فيها بوقت فراغ كبير جدا روتين سريع نظفت فيه البيت نظفت فيه البلكونة طبخت فيه وتبدأ كمان كهة طبعا في تشطيف الموعين اللي موجودة عندها في البيت يعني الروتين ده قد ما كان منجز معانا قد ما كان محفز وكمان طلعت فيه بنتيجة كويسة جدا عملت كل حاجة بمنتهى النشاط والحماس اتحفزنا معاها وتنشاطنا معاها وقد ايه كمان يعني خلاصت كل شغل البيت اللي موجودة عندها وكان يومها بسيط وخفيف جدا الكل ده يرجع لإيه للتنظيم أول بأول وكمان دلوقتي لو دخلنا معاها على روتين جديد فيه برضو كده شوية من الكركبة والفوضى وهتطر كمان طبعا تطبخ معانا بس عمتا بتحاول طبعا تنظم يومها من البداية كده وزي ما انت شايفة كايت مطلعة يعتبر اللحمة بتاعتها دي من باتري عشان تبدأ كمان تفوك معاها عشان تلحق تنجز وتخلص يعني الطبيق بتاعها في قصر عوات الست الشطرة هي اللي بتكون مخططة ومنظمة لكل حاجة أول بأول ما بتستناش إن الموضوع عندها هيكون تراكم فوق بعضه أو فيه كركبة وفوضى كتيرة جدا لكن الست طبعا اللي بتقدر تنظم وتخطط وبتعمل حسابها على كل خطوة من دي بتطلع طبعا معاينة بنتيجة كويسة جدا عشان كده لو رحزنا مجرد مخلصة الطبيخ بدأت كمان في ترويق المطبخ بسرعة تنظيم البيت والنتيجة طبعا زي ما انت شايفة مأخذتش معاها وقت كتير وده يرجع لأن ايديها في البيت باستمرار لكن بقى لو انت هتسيب الموضوع يتراكم عندك وتستاني تعملي كل حاجة أو كل فترات زمنية كده متبعدة ساعدة هتحيث ان الموضوع صعب جدا بالنسبالك ده كمان دلوقتي كده روتين سريع بتقول نزلت فيه واشتريت مجموعة من الأغراض الخاصة بالبيت ورجعت طبعا جار يدخلت على المطبخ عشان كمان تلحق النظام والروتين بتاعها من البداية وأظن طبعا كان روتين سريع ومحافظ وعشان كده أتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى طبعا تحليقاتكم الحلوة اللي انتو دايما بتشجعوني وبتحفزوني بيها واشوفكم بإذن الله الخير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة